أنا فشلت في حياتي قبل كده أكتر من مرة ده سؤال الحلقة إزاي أتخطى فشلي ده في العلاقة دلوقتي في حياتي اللي أنا عايشها دلوقتي إزاي ما خليش العقد اللي جواي دي تأثر علي أتخطى إزاي الأفكار السودوية اللي في دماغي طيب أول حاجة لازم نعرف أنه بانتهاء الموقف انتهت التجربة بس ما انتهتش كخبرة هي انتهت كأفعال كتجربة خلصت وانتهت موقف وانتهت بس لازم ناخد الدروس المستفادة وما نعملش زي ما حاضرتك كنت بتقولي من شوية نبدأ أقارن أنا كنت عملت كده المرة اللي فادت فأنا في المرة الجاية لا ده مش صح برضه يعني أقفل الصفحة أقفل الصفحة تماما كلها كلها إحنا ساعات بتخلص التجربة بس الشخص ذات نفسه بيفضل عايش جواي سنين لا لا دي كارسة يعني بفضل أفكر فيه أنا بشوف بنات انفصلت بقالها سنتين مثلا وليه عم لا تفكر فيه واتبعه واتدور عليه واتبق بمين وراح فين يبقى هي دي مش عايزة تخلص من التجربة هي هي اللي بتخلط نفسها في المشكلة يعني هي اللي بتخلط مشكلة لنفسها يبقى رقم واحد عشان أتخطى أقفل الباب خلصت التجربة انفصلت خلص الموضوع بصحبه بس وقفل الباب وقفل الباب وقفل الباب والأفضل كمان احنا دلوقتي حتى يعني فكرة انه النهاية تي تبقى نهاية كويسة يعني مش لازم تبقى نهاية بمحاكم وبقضايا وبهدلة وبإهانات ما هي دلما النهاية دي تبقى على حسب أخلاق الشخص احنا مش هنتكلم فيه عشان دي قصة كبيرة نحنا دي قصة كبيرة وبنقول حاوله قدر الإمكان انه يبقى الموضوع بشكل من اللطافة بحيث انه ما نسيبش جراح أكتر يعني ما نسببش جراح ممتدة خلصت التجربة نقفل الباب ناخد فترة ايو الفترة بقى الصحية من دكتور نفسي مفروض ااخد فترة قد ايه جاب ما بين الارتباط دا والارتباط دا ما بتتحسبش كده ما بتتحسبش بوقت مناسب بتتحسب بشخص مناسب لما يجي الشخص المناسب لما يجي الشخص المناسب لانه احيانا احنا بنطلع من نقرة نقرة في ضحديرة ليه لان انا مستعجل عايز اعمل عملية ركاوري عايز اعمل كومنتزيشن عايز اعمل تعويض دا احنا نفسيتنا هي اللي بتوجهنا خلي بالك مش مش احنا اللي بنبقى مندفعين بشكل شعوري او ارادي ان انا عايز لا احنا من غير ما نحس نفسيتك بتحاول دايما تعمل عملية ركاوري يعني انا نفسيتي عايز اترجع تتلقم مرة تانية او ترجع تستشفي مرة تانية من المصايب اللي انا مريت بيها من الكوارس اللي انا مريت بيها فبتشتغل او بيشتغل عندنا حاجة اسمها الانكونشوس ميند او العقل الباطن بتاعنا ووظفته ايه ووظفته ان الحاجات الكلاكيع اللي في حياتك يخلي النفسية تتأقلم بشكل ما باستخدام حاجة بنسميها حية الدفاعية انها ترجعك لمسألة او تقف على رجليك مرة تانية زي ايه مثلا؟ زي ايه؟ يعمل لك تبرير اه يعني مش اخر الدنيا يا سيدي ما مش انت الوحدك ما حوالك ناس كتير عقلك الباطن فيبدأ يعمل ريس نولايزيشن او تبرير او مبررات وفيها ايه يعني؟ ما اللي حصل حصل ما بيهون ايه؟ بتقعد انت مع نفسك كده بيتهون مع نفسك فبعض الاحيان بيعمل كومبنسيشن تعويض يعني الكلاكيع دي كلها واحد يطلعها في رواية مثلا واحدة دخلت فيها علاقة توكسك تقوم كتبه رواية توكسك عن الناس التوكسك زي الفيديوهات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا كل واحد عنده مشكلة بيطلع يقولها فوشينا ايه ودي كارسة برضو بالزبط كده ما تجربتها غيري غيري اصلا فتطلع تقول لي ايه وعي تتجوزي راجل طويل مثلا ايه وعي تتجوزي راجل اسمه احمد يعني فيه ميديا تطلع كده على احمدات ايه وعي تتجوزي راجل ما عرفش يعنيه خضر عشان دايما اللي يعنيه الخضر يعني بيصدروا لنا حاجات غريبة ايه ايه تحس ان احنا فيه ايه طب انا في الاخر بقى تحس ان انت ايه تخايف تعمل اي حاجة في حياتك ما هو دي الكارثة برضو نصيحة اخيرة دكتور قلاص نصيحة الاخيرة طبعا او النصيحة اللي احنا بننصح بها دايما هي المسألة من البداية مش القصة بتاعتنا مش ان انا ادخل في التجربة او اوصل لمرحلة الخسارة دايما فيه مثلا يقولك خسارة قريبة ولا مكسب بعيد انا هتعب نفسي لما اوصل للمكسب ليه الموضوع باين من اوله فالجواب بيبان من عنوانه دايما ادوا نفسك فرصة في العلاقات في البداية خالص ما تستعجلش في الحكم على شخص قبل ستة شهور ستة شهور ستة شهور من التفاعلات بينك وبين الطرف الثاني اللي بتديني مؤشر الى حد ما يعني اطار عمل الشخصية وحاول تختبر الشخص اللي معاك في مواقف مختلفة حتى بنقول للناس دايما حتى المخطوبين دلوقتي تقول لك انا خطيبي مش يعني ما عرفش شخصي ايه دايما حلو دايما كويس او خطيبتي دايما كويس نقول له دايما افتعل مشكلة بس مش المشكلة لتبوز العلاقة بزكاء او اعرض عليه مشكلة كأنها مشكلة صديق او صديقة وشوف هو هيفكر ازاي في الموقف او وجهة نظره في الموقف علشان تعرف الشخصية دي بتفكر ازاي او رايحة فين دايما في المواقف او المواقف الشديدة المعدن الحقيقي للشخص بيبان طول ما انتو كويسين مش هتظهر اي مشاكل دايما حط احتمالات التغير في الشخصية الانسانية جزء اساسي اي انسان هيتغير انت نفسك هتتغير مع الوقت فما تقومش على شخص انه هو سابت ابد اشتركوا في القناة